اهلا بكم مشاهدينا في هذا الحوار الخاص الذي سنتحدث فيه عن الأنبار وقرار الكونغرس تحديدا لتسليح السنة والكرد وموقف التحالف الوطني وأيضا جلسة مجلس النواب التي رفعت لهذا اليوم سيكون معنا في الحديث حول هذه المواضيع السيد عيد عماشي الكربولي عضو مجلس محافظة الأنبار مرحبا بك ضيفي من أربيل وأيضا سيكون معي من عمان الدكتور هاني عشور الأكاديمي والناشط السياسي أيضا مرحبا بك دكتور هاني أبدأ معك سيد عيد يعني بدايتنا اليوم جلسة مجلس النواب رفعات إثر انسحاب الكرد والسنة لرفض التحالف الوطني لقرار الكونغرس كيف وجدتمه؟ سيد العمان الرحيم أهلا بيكي وبضيفك الكريم وبمشاهدي قناة التغيير الكرام حقيقة هو موضوع القرار الكونغرس الأمريكي يعني حسب معلوماتي لا زال هو يعني مشروع قرار لم يصوت عليه في الكونغرس لحد الآن وهذا القرار اهتم بتسليح الكرد والسنة على اعتبارهم دولتين حسب ما جاء في وكالات الأنباء يعني حقيقة نحن كحكومة محلية كابناء الأنبار نحن نتمنى أن يكون التسليح من خلال الحكومة المركزية سيد إيد أتوقف عن جملة تحدثت فيها أنه كدولتين إيران عندما تدعم الحجد الشعبي لماذا لم تعتبروه أنها تتعامل معهم كدولة منفصلة أيضا؟ إيران لم تصرح بالإعلام على الأقل أنها ستتعامل مع الحجد الشعبي كدولة لكن الأمر واضح على الأرض عند العراقين وعندكم كسياسيين أيضا يعني الأمر جدا واضح أن إيران اليوم تدعم الحجد الشعبي نعم إيران تدعم الحجد الشعبي بالسلاح واليوم أمريكا ما هو الضير من أن تدعم أمريكا القوات العراقية أو الحكومة العراقية بالكامل تدعمها بالسلاح ويكون تسليح العشار السنية أو الأكراد يكون عن طريق الدولة يعني يكون عن طريق وزارة الدفاع كون نحن دولة واحدة نحن لسنا أقاليم ولسنا ولايات حتى يكون هناك بحبوحة من الصلاحيات لكي نتعامل مباشرة مع أمريكا هل ممكن أن يكون غربي من عدم وصول هذه الأسلحة للعشائر بسبب الحجة التي يتحدثون فيها دائما انعدام ثقة ما بين الحكومة وبين العشائر أيضا لا ربما سابقا كان هناك انعدام ثقة بين الحكومة والعشائر أما اليوم على اعتبار ابناء العشار متطوعين الآن تحت هيئة الحجد الشعبي وبما أن هذه الهيئة تتبع مباشرة لسيد رئيس الوزراء فيجب أن تسلح وأخذ على عتق رئيس الوزراء باللقاء الأخير بين حكومة الأنبار والسيد الرئيس الوزراء والسيد وزير الدفاع أخذوا على عتقهم أن يقومون بتدريب هؤلاء المقاتلين وتسليحهم يكون التدريب والتسليح على وزارة الدفاع وتكون الرواتب على هيئة الحجد الشعبي وبذلك تكون القضية مركزية ومن خلال الدولة وتعطى الأوامر من خلال رئيس الوزراء على اعتبار القادر عامل قوات المسلحة ولا يوجد ضير ولا مشاكل في هذا الموضوع دكتور هاني رحب بك مرة أخرى في هذا الحوار الخاص يعني استمعت إلى ما تحدثنا فيه أنا والسيد عيد حول رفض التحالف الوطني لقرار الكونغرس اعتبار السنة والشيعة أو عفوا السنة والكرد كدولتين كيف تنظر لقرار الكونغرس بداية كيف تنظر إلى موقف الكرد والسنة وأيضا موقف التحالف الوطني شكرا لك ولضيفك الكريم وبداية لا بد من توضيح المشروع القانون الأمريكي هو بالحقيقة مشروع موازنة البنتاجون يتكون من 500 صفحة وفيه فقرة حول الدعم ليس فقط دعم العراق وإنما الدعم إلى دول عديدة كما هو الحال دائما في موازنة البنتاجون هذه الفقرة أو السطر التي وردت هي عبارة عن سطر في هذا المشروع ضمن 500 صفحة يستند إلى القوانين الأمريكية لأن القوانين الأمريكية لا تجيز للحكومة أن تقدم أي دعم لأي جهة غير رسمية لذلك جاء العبارة كدولتين أي تشبيه كدولتين باعتبار أنها تعترف بضرورة مساندتهم كقوة ضد داعش وقد حددت لمحاربة تنظيم داعش أي ليس التعامل معهم كدولتين في مسائل أخرى وليس في أي مجال آخر سوى التسليح في مجال مواجهة تنظيم داعش المسألة الأخرى ما زال الموضوع هو مشروع قانون مقترح ستجري عليه تعديلات داخل الكونغيرس ومن ثم يذهب إلى مجلس الشيوخ ويقرر ومن ثم يعود إلى دكتور أود أنسلك أنت طلعت على القرار بشكل كامل يعني يمكن أو بالتأكيد يعني طلعت عليه فنالك فقرات أخرى تتحدث عن مصالحة وطنية تحدث عن إقرار حرس وطني لماذا يناقش هذا الموضوع اليوم في داخل أروقت مجلس النواب أو حتى الرئاسات الثلاث هذا الموضوع أخذ حقيقة أكثر من قيمته ويبدو كشف مكام حقيقية لدى البعض وكشف نوايا ربما تكون أو ربما فهموا المسألة خطأ وكأنما من قيل دعم الحكومة أو دعم العشائر لمواجهة تنظيم داعش كأن الولايات المتحدة الأمريكية قد اعترفت بالكرد أو بالسنة كدول لذلك من فهم الموضوع خطأ أصبح يتحدث ويصرح ربما دون علم ودون معرفة بما سيمر به القرار من لجان وحالات ومن ثم يقد لا تكون الولايات الحكومة والبيت الأبيض ملزم بتنفيذه وإنما هو جزء هذا أيضا يتنافى مع اتفاقات عقدها العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي وضمن اتفاقيات أخرى يتناقض معها وأعتقد سينتبه المشرع الأمريكي إلى هذا التناقض ومن ثم ربما يعود ويحاول أن يفكك هذه العبارة ويعيد صياغتها لأن الولايات المتحدة الأمريكية في إطار اتفاقاتها مع العراق والانسحاب وإطار اتفاقية الإطار الستراتيجي تقول أنها تحرص على وحدة العراق وأمنه واستقراره والمحافظة على النظام الديمقراطي فيه وممكن أن تلبي طلب التدخل إذا أرادت الحكومة العراقية ذلك ولكن لنأخذ المسألة من جانب آخر عندما ذهب وفد الأنبار إلى الولايات المتحدة الأمريكية وطلب السلاح وكان ذلك بعلم الحكومة العراقية ذهب الوفد لم تلبي الولايات المتحدة الأمريكية متطلبات الوفد كما أن الوفد الأخير برئاسة بس التوضيح تقصد الوفد الحكومة المحلية سيد صباح كرحوت وسيد صهيد نعم عندما ذهب هذا الوفد قبل تقريب شهرين المسألة الأخرى عندما ذهب الدكتور حيدر العبادي قبل فترة ومعه الوزراء ممثلين للحكومة العراقية أيضا طلبوا تنشيط عمليات التسليح وهناك عقود مضى عليها أكثر من عام أو عامين بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية هذه العقود لم تنفذ لحد الآن منها عقود تخص مدرعات وطائرات وطائرات أباتشي وطائرات مقاتلة وأعتدى وصواريخ وأسلحة أخرى نعم أيضا الحكومة العراقية ليس لديها السلاح الكافي وإلا لكانت الحكومة لو كان لديها غطاء جوي جيد وسلاح جيد نعم وقطعات عسكرية مدربة بشكل جيد وكان الأمريكان يشرفون على التدريب لما حصل ما حصل ولكن أيضا هناك أخطاء بالنتيجة نحن لا نريد أن يكون مثل مثل هذا القرار أو هذه العبارة التي وردت سببا لانشقاق الصف العراقي العراق هو العراق والتهديد الآن تهديد داعش يهدد العراق طيب دكتور فيما يخص التهديد وفيما يخص المواقف المتضاربة اليوم في الحديث وفي الآراء اسمح لي فقط عود إلى السيد عيد لنتحدث عن مجلس المحافظة نتحدث عن المحافظة اليوم كحكومة محلية ذهبت لواشنطن لطلب أسلحة ومعدات إذا كانت أسلحة خفيفة أو ثقيلة لقتال داعش في وقت اليوم نلاحظ العشائر العراقية في الأنبار تشكو من قلة التسليح أنتم كحكومة محلية ترفضون اليوم التسليح من واشنطن وكحكومة مركزية لا تعطيكم السلاح إذن ماذا أنتم فاعلون؟ سيدة العزيزة عندما ذهب وفد الأنبار إلى أمريكا حقيقة كان هناك وعد من الأمريكان أن يكون التسليح ما بعد شهر الرابع من هذا العام 2015 ولكن من خلال الحكومة المركزية يعني كوعد أوفت بوعدها كوعد سيد عيد؟ ربما نعم بس أكمل الفكرة يعني هم طلبوا أن يقومون بتسليح عشائر الأنبار ومقاتلي الأنبار بعد شهر الرابع من عام 2015 على شرط أن يكون هناك موافقة من الحكومة المركزية على أن يأتي كتاب من السيد رئيس الوزراء العبادي يقول أنه نحن مستعدين لتسليح العشائر العراقية وأبناء العشائر بالأنبار من خلال الحكومة المركزية وفعلا هو هذا الذي تم الاتفاق عليه سواء مع الأمريكان أو مع الحكومة المركزية ونحن بانتظار أن يصل هذا السلاح إلى وزارة الدفاع العراقية مخازنها ومن بعد ذلك سيتم توزيعها إلى أبناء العشائر الذين الآن انضووا تحت مسمى الحجد الشعبي أهوية الحجد الشعبي من الآن فصاعدا ربما لن تكون هناك أبناء عشائر لنتوقف عند هذه النقطة تتحدث عن تطوع لأبناء محافظتكم منضوي تحت مسمى الحجد الشعبي أنتم منتظار قانون الحرس الوطني لا وحاليا فتح التطوع منذ ثلاثة أو أربعة أيام فتحنا باب التطوع في الحبانية والبغدادي واليوم لدينا بحدود 500 لحد الآن المتطوعين والتطوع مستمر وسنفتح لهم دورات في قاعدة الحبانية وقاعدة عين الأسد في البغدادي من يشرف على تدريبهم؟ المشرف على تدريبهم هي وزارة الدفاع والمستشارين الأمريكان الموجودين في هذه القواعد وسيكون التدريب من خلال وزارة الدفاع والتسليح على وزارة الدفاع وستكون رواتب هؤلاء على هيئة الحجد الشعبي لأنهم سيكونون جزءا من هذه الهيئة التابعة أصلا للسيد القادة العام لقوات المسلحة حرس الزراء حيدر العبادي وسيكون إدارة هؤلاء المقاتلين وتحريكهم وكل الأعمال المناطبة بهم ستكون من خلال وزارة الدفاع والقادة الأمنيين المتواجدين في المحافظة طيب الحجد الشعبي الذي تتحدث فيه يعني من أبناء المحافظة إذن اليوم نسمع رفض ما بين رفض وقبول لدخول حشد شعبي الحشد الشعبي الذي يود الدخول اليوم نفسه الحشد الذي دخل فيه صلاح الدين من المناطق الأخرى من المناطق الجنوبية بهذا التطوع بهذه المعسكرات بهذه الأسلحة بهذا التدريب يعني لم نجد في الأيام المقبلة دخول لحشد شعبي غير أبناء المحافظة لا هو اليوم أنا كما أسلفت أنه اليوم الحجد الشعبي أصبح هيئة يعني تضم جميع متطوعي الحجد الشعبي على مستوى العراق ككل على مستوى محافظة العراق ككل والإدارة ستكون بيد سيد القائد العام للقوات المسلحة إذا مرتأ إدخال عناصر الحجد الشعبي من الجنوب أو من الوسط أو من أي مكان إلى الأنبار فهذه القضية تبقى ضمن صلاحيتها كرئيس وزراء وقائد العام للقوات المسلحة أما إذا اكتفى بالحجد الشعبي الموجود من أبناء المحافظة ربما لا يكون حاجة لأبناء الحجد الشعبي من المحافظات الأخرى وكما أسلفت واليوم هما أصبحوا هيئة تابعة للسيد رئيس وزراء وهيئة رسمية وضمن التنظيمات الأمنية الموجودة بالعراق تحدثت عن عدد قليل سيد عيد من المتطوعين تتوقعون في الأيام القادمة سيكون هناك أعداد كبيرة من المتطوعين من أهل الأمبار نعم سيكون تطوع عدد كبير أبناء الأمبار كلهم سينخلطون إن شاء الله في هذا المشروع مشروع تطوع ومشروع الحجد الشعبي واليوم لدينا بحدود 3000 سابقين قبل هؤلاء هم مدربون وفقط يحتاجون إلى السلاح تم تسليحهم جزء من عددهم ببنادق ولكنها حقيقة لا تفي بالغرض وليست بمستوى الطموح أو بمستوى ما يمتلكه داعش من قوة سلاح نحن حقيقة نريد سلاح أن يكون متوسط وثقيل لغرض أن يكون للمقاتلين في ساحات المعركة أن يهموا اليد الطولة لمحاربة داعش لأن داعش تمتلك اليوم أسلحة متطورة جدا ومقاتلين الشداء ومدربين في مدارس تدريب عالمية فلذلك يحتاج إلى قوات مدربة وتمتلك سلاح قوي لغرض مقارعة هؤلاء هناك الكثير من من يتحدثون عن أن أبناء محافظة الأنبار كثير منهم اليوم شاركوا مع داعش أجرموا مع داعش ألا تتخوفون من أن يخترق هذه المعسكرات أو حجم المتطوعين بعناصر داعش من أبناء المحافظة لا إن شاء الله سيكون هناك حقيقة سيطرة في هذا الموضوع سيكون هناك تزكية سيكون التواصل مع شيوخ العشائر مع الناس الخيرين من أبناء المحافظة الذين هم ضد داعش حتى ولو الخرط مع داعش الخرط مع داعش ربما القليل الكثير من أبناء المحافظة هم ضد داعش وهم يقاتلون داعش ويحاربون داعش وهذا الموضوع إن شاء الله نحن يعني ما أخذ بنظر الاعتبار أنه ربما تخترق بس إن شاء الله لن يكون هناك اختراق وستم تدقيق هؤلاء المقاتلين ومعرفة أصولهم ومن أين جاءوا يعني سيكون هناك تدقيق كامل لمحاملاتهم وليوضعهم الأمني بعد ذلك يتم إدخالهم إلى المعسكرات والتدريب دكتور هاني بالعودة إليك يعني قبل أن أنتقل السيد عيد كنا نتحدث عن يعني التضارب المواقف اليوم في داخل مجلس النواب أو السياسيين بصورة عامة بين رفض وقبول لقرار الكونغرس اليوم يعني باعتقادك المشتع مع الدولي منتظر قرار من مجلس النواب أو بانتظار قرار مجلس النواب لا هو تعبير كان من مجلس النواب تعبير يعبر عن قلاق وربما يعبر عن أماني إذا وافق وإذا رفض إذا صوت وإذا لم يصوت سيؤثر عن قرار غربي إذا رفض مجلس النواب لن يتغير شيء في قانون الموازنة الأمريكي بهذا القصوص وإذا وافق أيضا لن يتغير شيء ولكن دعيني أعود إلى شرح بعض التفاصيل التي كنت تتحدثين بها أولا هناك ثلاثة آلاف من أبناء المحافظات الغربية يتدربون في قاعدة عين العسد ومعسكرات أخرى منذ فترة طويلة وتحت إشراف أمريكي كما نعلم والأمريكان يؤكدون ذلك كل يوم وهناك أكثر من ألف مستشار أمريكي يقوم بالتدريب هؤلاء ممكن أن تجهزهم بالأسلحة القوات الأمريكية إذا أرادت ذلك يعني بدل وضع هذا القرار وهذه العبارة لأن هي التي تشرف على تدريبهم وإذا دربتهم على البنادق فقط فهي المسؤولة لأنها تدرك تماما العدو الداعشي ماذا يمتلك من أسلحة وكيف يجب أن يقاوم المسألة الأخرى مسألة الحجد الشعبي التي ذكرتيها تم تعين قائد للحجد الشعبي أمس هو اللواء الركنزياد العلواني هو من أبناء محافظة الأنبار وسيتم تدريب قوات الحجد من أبناء المحافظة في معسكر الحبانية وهناك عدد كبير من أبناء الأنبار ومنذ فترة طويلة يقاتلون داعش هؤلاء سيكونون ضمن الحجد الشعبي أردت فقط توضيح مسألة وهي ربما تكون فاتت زميلي وأخي الأخ عيد الكربولي أولا من ينتمي إلى الحجد الشعبي ويريد أن يقاتل لا بد أن تكون له حقوق لأنه ربما يستشهد ربما يجرح في الحرب ربما يحتاج تغيير موقع من مكان إلى مكان لذلك يجب ربط الهيئة بالحكومة من أجل أن تكون لديهم موارد مالية الأعتداء لا تعتبر واحدة هناك خطوط للأعتداء يعني عندما يدخل معركة ويخلص عتادة يحتاج أكو جهة تعطي عتاد مرة أخرى ومرة ثالثة ورابعة وغير ذلك أنا أعتقد هذه القوة التي ستتشكل ستكون هي نواة الحرس الوطني لأنها إذا تشكلت ضمن قانون الحرس الوطني الآن لأن ما في قانون للحرس الوطني جاهز لماذا تأخر إقرار هكذا قانون؟ هناك ثلاث نقاط كانت في عرق للموضوع حقيقة ثلاث نقاط النقطة الأولى هو من يقود الحرس الوطني النقطة الثانية من يصدر يعني بمن ارتباطه بالقائد العام أم بمن؟ أعتقد حلت وأصبحت حلت بمكتب القائد العام من يستلم العوامر؟ بالتأكيد إذا قضايا معركة ويجب أن يستلم العوامر من وزارة الدفاع لأنها لا أعرف بالساحة والمجريات الأحداث المسألة الأخرى كانت مسألة العدد لأن كان العدد هو واحد ونص بالمئة لكل محافظة مسألة العدد أيضا تم مناقشتها وأعتقد تم وضع حل إلىها وأنا أعتقد مشروع الحرس الوطني مشروع جيد وإن كان وقتي بالمناسبة هو لن يستمر طويلا أنا أعتقد هذه القوات ربما ستأتي قرارات أخرى تدمجها بالقوات المسلحة العراقية ولا تبقى كقوات حرس وطني وإذا ما بقيت أكيد سيكون لها تصريف آخر ومجريات قانونية أخرى أما عما سألتيه عن الخلافات داخل مجلس النواب حقيقة القانون كما ذكرت هو عبارة ضمن قانون طرح للمناقشة لم يناقش حتى الآن وستتم مناقشته في أكثر من فلتر يفلتر ومن ثم يذهب إلى أنا أعتقد هناك قلق قلق عراقي ناتج عن صراعات طائفية موجودة داخل العراق منذ عام 2003 لحد الآن هناك من يتخوف أن تكون هناك قوة وهذه القوة تقول نحن قوة سنية ونريد كذا وكذا وكأنها تمثل السنة ولا تمثل العراق ولا تستلم أوامر من الحكومة العراقية هناك قلق بنفس الوقت من أن يأتي حشد شعبي من محافظات أخرى إلى محافظة الأنبار وأبناء الأنبار يقولون نحن قادرون على القتال للدفاع عن مدينتنا فقط أعطونا الأسلحة وخلونا نسير كما يقولون بالتجاهة وهذا أيضا حق طبيعي أعتقد أكو حالة عدم ثقة شوشها هذا القانون الجديد أو مشروع القانون أثارها وهي بالضبط تشبه ما حدث بعد عام 2006 كان الحوار عن تنظيم القاعدة وكيف توسع تنظيم القاعدة وكيف سترد الدولة على تنظيم القاعدة القاعدة وفجأة شاهدنا مشروع قانون يطرحه بايدن حول تقسيم العراق وأيضا ظلينا سنة نتكلم وناس تشتم ناس وناس تتهم ناس وكذا إلى أن انتهت تنظيم القاعدة وعبرنا عام 2007 و2008 وشاهدنا بعض الاستقرار إلى قبل سنة تقريبا فهذا طبيعي الهواجس الشخصية والقلق السياسي والخوف عندما يكون هناك في العراق مكونات هذا ينتج عنه مثل هكذا عبارة تشتط ويحاول يستثمرها من يستثمرها يحاول الذي في نفسه مرض يحاول أن يستثمرها بشكل الذي يريد وحدة العراق وتحريره من داعش يعبر عنه بوجهة نظر أخرى الذي عنده طموح وهذا الطموح يتعلق بآراء مستقبلية أيضا يفهمها بوجهة نظر أخرى ولكن بالنتيجة أنا أعتقد هذه مرحلة وهذا مشروع القانون هو أداة أو عبارة للضغط على الحكومة العراقية لكي تسرع بتشكيل الحرس الوطني وبالتسليح وتبقى مشكلة الحكومة العراقية أنه يا أمريكان اعطونا سلاح ونسلح صحيح دكتور دعني أعود إلى سيد عيد سيد عيد في بداية حديثنا تحدثت عن اليوم وجوه الثقة ما بين الأنبار أو عشائر الأنبار والحكومة كيف بنيت هذه الثقة بعد القراب الكبير الذي حصل سابقا سيدة العزيزة أبان حكومة المالكي حقيقة لم تكن هناك ثقة بالعشائر السنية على يعني خلنا نحشي بالشيء الواضح جليا للناس المالكي لم يكن عنده ثقة بالعشائر السنية وعندما كنا نطلب السلاح من السيد المالكي كانت هناك مماطلة وكانت هناك تسويف بالأمر تم تسليح جزء من العشائر من خلال وزارة الدفاع وكانت هناك تصريحات بأن هذا السلاح ذهب إلى داعش وأن الكثير من العشائر تصرفت بهذا السلاح وتم بيع هذا السلاح وهذه في الحقيقة غير صحيحة ربما إذا كان هناك شخص أو شخصين يصرفوا بقطعة أو قطعتين من السلاح أما هو السلاح بقي بيد أبناء العشائر ويقاتلون به إلى هذا اليوم اليوم لحد الآن عندنا أبناء عشائر يقاتلون فيه في الرمادي سواء داخل مركز الرمادي أو في أطراف الرمادي لكن أنا شخصيا انتقيت بكثير عن ممثلين الأنبار سيد عيد يشكون من قلة التسليح يعني يودون القتال والنزول للدفاع عن عرضهم وأهلهم ومنازلهم لكن لا يملكون السلاح الحكومة اليومي لا تصلح لشكل جهاز نعم 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 التسليح قليل أنا أتكلم عنه أنه تم تسليح بعض أنا قلت أنه تم تسليح بعض أبناء العشائر في زمن سعدون الدليم عندما كان وزيرا للدفاع وهذه الأسلحة بعد فترة بدأت هناك الإشاعات أنه تم تصرف بها أو تم بيعها أو استربت إلى داعش وهذا الكلام غير صحيح ربما يعني هذه حدثت شغلات فردية في هذا الموضوع أما اليوم فمن خلال يعني الدولة اليوم بنية الثقة مع حكومة الأنبار من خلال يعني جدية أبناء العشائر في الأنبار وجدية حكومة الأنبار متمثلة بمجلس المحافظة والسيد المحافظ وضغطنا الكبير على الحكومة المركزية من أجل حصول على سلاح من أجل تدريب أبنائنا من أجل زجهم في ساحات القتال بعد تسليحهم وتدريبهم من أجل استعادة البناطق اليوم الأنبار منذ سنة ونصف ونحن القاتل في الأنبار ولم تسقط مدينة الرمادي ولم تسقط العامرية ولم تسقط الخالدية ولا حديثة ولا البغدادي بينما هناك محافظات أخرى السقطت خلال ساعات اليوم نحن فعلا جاددين لتحرير مناطقنا وجاددين كعشائر وكمواطنين وكحكومة أنه نريد اليوم الخلاص من داعش اليوم قبل غدا فلذلك حقيقة نحتاج إلى تسليح ولا فلذلك الحكومة رأت من خلال تواصلنا معها من خلال ضغطنا على مصادر القرار في بغداد أنه نحن جاددون ونحن فعلا اليوم نريد قتال داعش ومن خلال المعارك التي جرت سواء في الحبانية في أطراف الرمادي أو في العامرية أو في البغدادي أو في حديثة والتضحيات الكبيرة التي بدلها أبناء العشائر الذين كانوا مشاريع للاستشهاد من أجل الحفاظ على هذه المناطق ومن أجل ضمان ديمومتها وأن تبقى ملتصقة بالحكومة وأن لا تسقط بأيدي الدواعش فكل هذا الشيء الذي حدث في الأنبار أنطى رسالة جدية ورسالة موثوق منها للحكومة المركزية أنه اليوم أبناء الأنبار جاددين وأبناء الأنبار يريدون التخلص من داعش سيد عيد تحدث عن أن أبناء الأنبار جاددين قبل قليل دكتور هاني أثار موضوع مهم وهو أن المتطوعين اليوم يبحثون عن حقوقهم إذا كانوا يقاتلون وعلى قيد الحياة فيما بعد أو إذا في حال استشهادهم يبحثون عن حقوق ضمانات يعني اليوم شرطة الأنبار تشكو من تأخر رواتبها إذا كشرطة لم تأتي رواتبهم كيف ستضمنون يعني ضمانات حقيقية للمتطوعين كحشد شعبي نعم ربما تتأخر رواتب بعض الشيء للشرطة أكيد لأنه اليوم أحنا مدينة الرمادي في حالة حرب دائم لأنه المصارف يعني الكثير من الأحيان لا تستطيع المصارف أن تفتح بوابها لغرض صرف المبالغ نحن اليوم كحكومة رواتبنا يوم 21 أو 22 إلى حد اليوم ماكو رواتب للحكومة لا للمجلس المحافظة ولا المحافظة لأنه اليوم أحنا بجراءات تحويل المصرف من الرمادي إلى بغداد لغرض لأنه نحن نخشى على المال عندما يأتي أن يكون هناك عرضة للهجوم وربما يستولي الدواعش على هذا المال ويعني نخسرها كأموال وتكون بيد أعدائنا يعني تعزيزا لسيطرتهم أما أبناء الحجد الشعبي فأنا كما أسلفت يعني قلت أنه سيكون التسليح والتدريب على وزارة الدفاع وسيكون الرواتب على هيئة الحجد الشعبي أي أنهم سيكونون يعني مقاتلين موظفين لدى هيئة الحجد الشعبي وسيكون رواتبهم مضمونة من هذه الهيئة وحقوقهم مضمونة وتقاعدهم مضمون والذي يستشهد سيكون له حقوق والذي يجرح سيكون له حقوق أسوة بأبناء القوات المسلحة الموجودين الآن في ساحات القتال طيب الحكومة المحلية اليوم في الأنبار مدى يعني قربها أو عزلتها عن الشارع الأنباري؟ عفوا نعيد السؤال الحكومة المحلية اليوم في محافظة الأنبار هل أنتم فعليا قريبين من أبنائكم من أبناء عشائركم من ناسكم في الأنبار؟ أم أن هناك عزلة فجوة ما بينكم وبين الشارع الأنباري؟ لا بالتأكيد نحن مع عشائرنا نحن متواجدون مع عشائرنا اليوم مجلس المحافظة يعني هناك خمس إلى ستة أعظام متواجدين دائما وعلى مدار يعني الوقت في الرمادي في مركز محافظة الأنبار في الرمادي وهناك مجموعة اليوم في الخالدية ومجموعة في الحبانية ومجموعة في العامرية وجزء في بغداد وجزء الآخر في أربيل نحن متواصلون مع مواطنيننا ومع عشائرنا ومع يعني معيتنا بالتأكيد يوميا وعلى مدار الساعة نحن على تواصل مع أبناء الأنبار ولا يمكن أن نكون بمعزل عن أبناء الأنبار ولا يمكن أن نصلح الوضع ولا أن نرجع محافظتنا إلا بالتواصل مع أبنائنا وأبناء عشائرنا لأن هم ذول العمق اليوم وهم اليد الضاربة وهم السلاح الذي نقاتل به نحن كحكومة محلية دكتور هاني بالعودة إليك يعني حكومة السيد حيدر العبادي بنيت على أساس مصالحة وطنية مشاركة من جميع الأطراف وهذا أيضا موقف الجانب الأمريكي اليوم يعني يكرروه مرة أخرى حكومة الدكتور حيدر العبادي اليوم جادة بالذهاب بهذا الاتجاه أعتقد ذلك وليس لها مجال آخر ليس لها مجال آخر هناك شبه موازنة أصبحت إذا أردنا أن نهزم داعش لابد أن يصعد مستوى المصالحة الوطنية وأن أنا أعترض على مصطلح المصالحة الوطنية يعني أتمنى أن يستبدل بمصطلح آخر كيف يعني ما هو المصطلح البديل يعني تغير مصالحة وطنية هذا المصطلح استهلك من 2003 لحد الآن استهلك إعلاميا لأننا استمعنا فقط لتصريحات إعلامية من السياسية بعدين كلمة مصالحة هو أساسا لا عداء لا عداء موجود الشعب كيف لا عداء؟ اليوم الحكومة يعني معظم رجال عداء سياسيين دعم نحن لا نتحدث عن عداء شارع وعداء مصالح عداء مغانم عداء قسمة غرماء وليس عداء حقيقي نابع من أفكار ومن مفاهيم ومن حقائق تأريخية وإنما هو عداء كلمة يعني أضرب مثل بسيط نعم هناك من يعتقد أن التوازن هو جزء من المصالحة التوازن هو عبارة عن محاصصة طائفية نعم البلد ذاهب إلى المجهول لكن نحن اليوم عفوا دكتور لنتحدث عن مصالحة فيما بين الموجودين نتحدث يعني عن قيادات في حزب البعث يعني قالوا أن هناك تعديل على قانون المسائلة والعدالة وحضر الحزب البعث نتحدث عن مصالحة مع أبناء العشائر الذين اليوم متواجدون في الأنباء في عفوا أربيل أو في عمان أيضا أو باقي الدول أنا أعتقد لنتحدث عن مثل السادة طارق الهاشمي خالد العلواني وغيرهم وما شابه ذلك أو أحمد العلواني أعتقد هو يعني الأخوان يعني الهاشمي هو كان نائب رئيس جمهورية يعني نائب رئيس جمهورية للدورتين فيعني هو جزء من مشروع الدولة بالعكس هم يصالحون ويالناس اللي بالخارج المعارضة المساكين اللي ما لقوا فرصة عمل بالبلد اللي طلعوا من البلد حملت الشهادات العليا أكثر من عشرة آلاف حامل شهادة عليا ليها اليوم والحمد لله ما أحد ذكرهم ما أحد قال يجب أن يعود حملت الشهادات العليا نعم قالوا ليعود البعثيين قالوا ليعود الجيش السابق بس حملت الشهادات العليا يبدو ما محتاجهم البلد لذلك أي واحد ما يطلبهم لأن ذولا ما يشكلون قواعد انتخابية لسين أو صاد من اللي تاجر بالشعارات بأيام الانتخابات نعم نحن حقيقة لا يوجد لدينا مشروع وقام مدني مشروع وفاق مدني مشروع تصفير أزمات لا يوجد لدينا مشروع هذه مصطلح المصالحة كلام فضفاض ضبابي المفروض المطلوب من عنده تحقيق مكاسب وأنا ذكرتلك يعتبرون التوازن اللي يكرس المحاصصة الطائفية بالبلد يعتبرون مصالحة صحيح يعتبرون مصالحة لسبب بسيط لأن يحقق فوائد لبعض الأشخاص وإذا اختلفوا على مدير عام أو وكيل وزير يقولون المصالحة في شكلت سيد عيد يعني أعود إليك أود الحديث قليلا عن وضع الأنبار الأمني اليوم أضو مجلس المحافظة زميل لحضرتك السيد فرحان محمد تحدث عن أن تنظيم داعش أفواً بدأ بتبليط طريق يربط مركز قضاء القائم والبو كمال اتجاه منطقة الرقة ودير الزر ليتم من خلاله إدخال السلاح هذا يعني بداية خط جديد لتسليح الدواعش واليوم العشائر لا تمتلك الأسلحة هل هذا صحيح؟ نعم سيدة العزيزة هذا الطريق أنجز من قبل أشهر أنجز طريق واصل بين القائم بو كمال دير الزور الرقة نعم هذا اليوم الحدود بين العراق وسوريا في قضاء القائم لا توجد حدود الحقيقة عندما تذهبين إلى هناك من خلال النقل الذي يصلنا مدينة واحدة أصبحت البو كمال والقائم وهذا حقيقة يعني دائما نطالب ونقول يجب أن فصل الحدود بين سوريا والعراق يعني أول سيطرة من أجل القضاء على الدواعش ومن أجل أنه سيطرت المحافظة الأنبار تحديدا لأنه هي المحافظة التي تمتلك حدود مع سوريا بحدود 625 كم إذا لم يتم السيطرة على هذه الحدود يعني كل العمل الذي نعمله اليوم والعمليات على الدواعش يعني تذهب أدراج الرياح طيب هذا الطريق هناك طيران تحالف دولي سيأتي ألف هناك طيران اليوم لتحالف الدولي يعني لم يعالج هكذا موقف يعني عند دخول سيارات محملة بأسلحة بهذا الطريق واليوم الأمر واضح على ما تتحدث هذا الذي نقوله اليوم صحراء الأنبار صحراء الأنبار داخلها أرتال كبيرة من التعزيزات إلى الدواعش سواء في الرمادي أو في كباسة أو في هيت أو في القائم ومحيط القائم وهناك فعلا يعني نحن لم نشاهد دور للقوات التحالف ونحن مرارا وتكرارا وعلى فضائياتكم والفضائيات الأخرى قلنا أنه الأمريكان نحسهم غير جادين فيما يخص يعني الطيران لأنه أرتال تأتي من الموصل إلى التكريت وإلى الأنبار ولا يتم معالجتها وأرتال تأتي من سوريا إلى العراق عبر محافظة الأنبار ولا يتم معالجتها عند ذهاب الوفد الأنبار إلى أمريكا كان هناك يعني بحث أنه موضوع الحدود كيف سيتم معالجته حقيقة الأمريكان يعني طلبوا أنه وجود قوات حدود عراقية وسيقومونهم بتغطية جوية على مدار الساعة على طول الحدود وتأمين الحدود من دخول أي شخص ولكن حقيقة كوننا لا نملك قوات الحدود حاليا وليس لدينا قوات حدود أصبح الحدود اليوم مفتوحة على مصراعها وإذا لم يكن هناك قوات حدود تمسك الحدود وإذا لم يكن هناك طيران جوي أمريكي لحراسة هذه الحدود وحمايتها فأعتقد أن التحرير الأنبار سيكون بعيدا لأنه عندما يقتل مئة الدواعش يأتون بألف من خلال التعزيز من سوريا وغير سوريا من المناطق المجاورة للعراق وهذه حقيقة طامة كبرى وكارثة فيما يخص الوضع الأمني إذا لم تغلغ الحدود وفعلا اليوم كما أسلفت القائم والبوكمال يعني مدينة واحدة ولا توجد لا حدود ولا بالكامل الحدود أسقطوها بالكامل كان هناك تيول على طول 10 كم شمالا و10 كم جنوبا قامت دواعش بيزالتها بالكامل واليوم لا حدود ولا إذا عادت الأمور إلى نصابها يجب ترسيب الحدود من جديد مع سوريا طيب موضوع آخر تحدث فيه البعض من أعضاء مجلس المحافظة يعني في تصريحات إعلامية لهم يتحدثون عن وجود انشقاقات بين عناصر داعش في الأنبار تحديدا حقيقة هذه التصريحات والله أنا ليس لديه علم بهذا الأمر وليس لديه معلومة في هذا الجانب إن كان هنا نتمنى أن يكون لديهم انشقاقات كبيرة وعلى كل المستويات خيب نترك هذا الموضوع لك لكي لا تملك معلومات دقيقة حوله سيد عيد لكي لا يفوتني الوقت بقي موضوع مهم كبير ضروري اليوم نشاهد يعني نزوح من الرمادي من الأنبار إلى بغداد عودة ونزوح معاكز لما حصل في البداية عودة من بغداد إلى الرمادي ماذا يحصل بموضوع النازحين؟ سيدة العزيزة موضوع النازحين أصلا في البداية عندما نزحت عوائل كبيرة من الرمادي كان هناك مع الأسف ترخيم إعلام للموضوع أنه سقطة الرمادي وصلوا إلى كذا وصلوا إلى الجامع الفلاني وصلوا وهذا الكلام كان غير دقيقا ونزح أبناء الحبانية الذين لم تصلهم داعش إلى هذا اليوم وهم بعيدين كل البعد عن داعش ونزح من أبناء الخالدية ونزح من أبناء مناطق آمنة داخل الرمادي وهذا مما أربك المشهد وكان هناك مئات آلاف من العوائل نازحة وعندما ذهبوا إلى بغداد وحقيقة كما تعلمون حدث ما حدث من اغتيالات لعدد من العوائل وهذا ما يسف له في بغداد أن يحدث مثل هذا ولا نعلم هل هي عصابات الجريمة منظمة أم هي عصابات وعصابات الخطف لم تتوقفوا عند موضوع الكفيل أيضا الإهانة التي تعرض لها أهل الأنباء نعم موضوع الكفيل نعم موضوع الكفيل توقفنا معه كثيرا وطالبنا الحكومة مرارا وتكرارا من خلال كل الفضائيات ومن خلال التواصل مع الحكومة مع البرلمان العراقي وأصدر البرلمان في حينها يعني قرار أنه يجب على الحكومة أن تلغي موضوع الكفيل إلا وأن حقيقة لم يكن هناك التزام بهذا الموضوع لا من الحكومة ولا من قيادة عمليات بغداد ولا نعرف السبب ولا نعرف أنه هل يوجد مصدر واحد للقرار أو عدة مصادر في العراق ولكن حدث ما حدث وكانت هناك اغتيالات وعندما كانت المناطق عرف الناس أنه مناطق الرمادي أكثرها آمنة فكان هناك العودة أو النزوح العكسي واليوم عشرات الآلاف من العوال بدأت بالرجوع إلى الأنبار ونحن متواصلون اليوم مع الرمادي الوضع آمن هناك يعني أنه هناك تخوف نتحدث عن وضع جيد لكن وضع جيد في ظل وجود حارفهود عفواً ظل وجود طيران تحالف دولي قوات حشد شعبي على الأرض أيضاً هناك عصابات إرهابية مثل داعش على الأرض أي وضع طبيعي ممكن أن يعيش فيه أهل المناطق بالعودة؟ الموضوع ليس طبيعياً ولكن موضوع نسبياً آمناً بعض الشيء والعوال بدأت بالرجوع إلى أماكن سكناها واليوم موجود هناك كهرباء عن طريق المولدات وموجود ماء يصل إلى المواطنين وهناك أسواق مفتوحة وهناك جوامع يصل فيها الناس والحركة أشبه في الطبيعية هذا واقع حال الرمادي منذ سنة ونصف ليس جدداً على أبناء الرمادي نعم فقط في الرمادي تتحدث عن الرمادي فقط أم هناك مناطق أخرى تعيش بهذا الشكل الذي تتحدث فيه؟ لا لدينا العامرية آمنة ولدينا الحبانية آمنة ولدينا الخالدية آمنة ولدينا مناطق كثيرة داخل الرمادي آمنة اليوم الناس قاعدين بيها ورجعت العوال إليها ورجعت إلى الحبانية وإلى الخالدية وإلى العامرية ويعني الحمد لله الوضع أشبه بالمستقر نحن بالأنبار تعودنا على هذا الوضع منذ سنة ونصف وحي ونحن هذا وضعنا في الرمادي وفي قصبات الرمادي الأخرى دكتور هاني يعني أهل الأنبار أهل الضيافة أهل الكرام يواصلون البغداد يطلبوا منهم كفيل أو يرجعوهم أو تيجي عصابات خطف تخطفهم تقتلهم تمثل بيهم مثل ما شفنا بعض المواد الفيديو الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي رأيك؟ أنا حقيقة موضوع الكفيل أراه يعني موضوع كان مستعجل من الدولة ولم يكن له مبرر كان المفروض أن تتم عملية أخذ مستمسكات ومعلومات وهذا حق طبيعي للدولة أن تسأل على الإنسان ولكن حقيقة أنا حدثني أحد الأصدقاء الضباط كان موجود هناك يقول نحن أشبه بالصدمة يعني يروي لي أنه كل ساعة كل ساعة كان تدخل قرابة ثلاثة آلاف عائلة إلى هذه المنطقة بالساعات يعني يعني بحيث يذكر لي أنه خلال 24 ساعة من 2003 ألاف شخص فجأة في اليوم الثاني جاوزة 80-90 ألف شخص وفي ممر ضيق كما شاهدناه هو جسر بزيابيز لا يتجاوز عرضه خمسة أمتار بكل تأكيد هذه أشبه بالصدمة يعني الدولة غير مستعدة لهذه المسألة حتى القوات العسكرية الموجودة هناك غير مستعدة من ثم برزت قضية غير مستعدة تكون ردة الفعل دكتور هاني برفض دخوله؟ هو أنا أقول كان المفروض هما ما نسحوا من دولة أخرى للعراق هما أولد المحافظة للأنبار نعم كان المفروض أن يصير تدقيق التدقيق مع عدد بهذا الكم بهذا الكم صعب ولكن أيضا أنا أذكر لك عندنا نواب من الأنبار عندنا مدراء عامين وكلاء وزارات ومستشارين من الأنبار والحمد لله هما وحماياتهم من الأنبار يطلعون أكثر من ألف واحد كان المفروض يروحون يقدمون كفالات بدقائق ويعبرون العالم بس إحنا شفناهم قاعدين بالفضائيات يصرحون ضد فكرة الكفيل ولا واحد منهم راح تجسر بزيبز يتكفل لكم شخص رغم أثبت رفضي لفكرة الكفيل ولكن هذا العدد ربما أرادوا أن يمرروا بسرعة فاقترحوا وإن هي كانت فكرة خاطئة جدا أنا قبل قليل كنت أشوف تقرير على إحدى القنوات هناك 110 عوائل من الأنبار نازحة في محافظة الديوانية وكان الحوائل اليوم أعتقد أو بالعمس استلمت مبلغ كان مخصص لكل عائلة نازحة بكل تأكيد ست سحر الشخص اللي يريد يدخل لازم ينعرف مكانه وين من هو ما هو ممكن بكرة خمسين واحد يطلع يقولاني حوائل وريد المليون دينار مثل مدى نسمع الآن وبعدها قالوا اللجنة اللي كانت مسؤولة عن صرف مليون دينار ما أعطت واتهمت بالفساد في حين اللجنة تقول أعطينا ربما لأسماء وهمية هذا طبعا ليس له علاقة طبعا ليس له علاقة بفكرة الكفيل ولكن أعتقد أن على الدولة أن تحتسب دائما لأي إجراء يحدث نعم فوجئ أهل الأنبار فوجئت الحكومة في بغداد بهذا العدد الهائل ولكن عليها أيضا لماذا فوجئت يا دكتور هاني الحرب قائمة منذ فترة طويلة يعني هي لم يفاجأون اليوم بداية حرب لا لا مفاجأة داعش موجودة في أبار ستسحر تسعين ألف تسعين ألف مواطن عراق على جسد هل توقع الحكومة عندما يبدأ طيران تحالف دولي في القتال نحن هذا كذا نقول نعم أيضا هكذا نقول نقول الآن لو بدأت عمليات الموصل كم نتوقع من النازحين بكم هاء الأكبر من عدد الأنبار أكيد أكبر إذن على الحكومة أن تكون دائما متيقظة دكتور هاني لأحين الوقت أدركني يعني أود فقط العودة إلى السيد عيد يعني السؤال الأخير سيد عيد فيما يخص ما تحدثي فيه الدكتور هاني حول نواب الأنبار في البرنامان والحكومة هل هم جادوا انتجا أهلهم في الأنبار دافعوا عنهم؟ والله سيدة العزيزة بالتأكيد البرلمانين اليوم عليهم يعني عتب وحيف كبير من أبناء الأنبار لأنه يراد موقف اليوم واليوم نحن كحكومة محلية في الأنبار إحنا اليوم بالشهر الخامس وإلى هذا اليوم لم تصل الموازنة إلى حكومة الأنبار وهذا طبعا عمل يعني النواب البرلمان الموجودين اليوم اللي يمثلون الأنبار في حكومة بغداد المفروض اليوم هم يضغطون على الحكومة لأنه اليوم الأنبار في حالة حرب وإلى هذا اليوم أنا اليوم كنت في لقاء مع السيد المحافظ يعني يقسم أنه ليس لديهم مليون دينار في الميزانية لغرض الصرف إذا كانت محافظة اليوم تقاتل أعتاء الأرض اليوم الدواعش ولا تملك مليون دينار في الميزانية مالتها يعني كيف يستطيعون هؤلاء أن يدون أمورهم نعم اليوم هناك حتب كبير على نواب الأنبار وعليهم أن يأخذوا دورهم حقيقة ربما شخص أو شخصان منهم نشاهدهم يعني على الفضائيات ومتميزين في أداهم نحن لا نريد حديث على الفضائيات سيد عيد نحن نريد واقع على الأرض الحديث كلنا نتحدث نعم بالتأكيد نعم بالتأكيد واقع على الأرض واللي اليوم يتفعل ويتحرك هو بالتأكيد على الفضائيات على الأرض هذا كل جهد ولكن الكثير من نواب الأنبار ليس لهم أي صوت يعني لم نسمع لهم صوت لا على الإعلام ولا على الواقع الحال ولا على دورهم يكاد يكون لا وجود له اليوم عتبنا كبير عليهم بالضغط على الحكومة من أجل إرسال الموازنة إلى الأنبار ومن أجل تسليح أبناء الأنبار ومن أجل دعم الأنبار لأنه اليوم نحن بحاجة إلى دعم مادي ودعم معنوي ودعم لوجستي ودعم عسكري ودعم طيران التحالف ودعم مالي كل هذه الأمور تحتاج اليوم محافظة الأنبار لكي أنه اليوم في معركة طويلة مع داعش ومع أناس يمتهنون الموت مهنة فلذلك نحتاج إلى الكثير السيد عيد عماش الكربولي عضو مجلس محافظة الأنبار شكرا جزيلا لك كنت معي من أربين مباشرة في هذا الحوار الخاص وأيضا أشكر لضيفي من عمان الدكتور هاني عاشور الأكاديمي والناشط السياسي كنت ضيفي من عمان شكرا جزيلا لك الدكتور هاني وأنتم مشاهدين بهذا وصلنا معكم إلى ختام هذا الحوار الخاص شكرا لكم دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة